قمّا نعلن نتائج في شريك معنا في البرنامج ولابد هالشريك نسعى كلنا ونتكلم كلنا عن هالشريك جمعية أبطال أملج واللي عندهم وقف يسمونا وقف الأيتام في البلد في البلد الحرام هالوقف قيمة 15 مليون واللهم لك الحمد وصلنا عدد طيب صراحة من التبرعات اللهم لك الحمد وهذا فضل الله سبحانه ثم فضل الناس اللي دعمت كانوا من المتسابقين أو كانوا من الجمورة طرى الدعم مو بالدعم المالي بس أو الدعم المالي أساسي ولكن دعم انك تنشر وتتكلم والناس كذلك تتكلم حنا اليوم صحيح جاي ننبسط وفي نقاط وذا ولكن جميل انك تطلع يا مشاري من البرنامج أو يا عثمان من البرنامج وانت شاركت في وقف وتم اكتمال هذا الوقف وقيمته 15 مليون صراحة مبلغ مو بسهل ولكن سهل على الناس ليش لأن البرامج السابقة كلها اللهم لك الحمد اكتملت الأوقاف فيها فهذا مبشر ان شاء الله تخينك تروح للمكة بعد البرنامج تأخذ أمر أنتو هالك أنتو خياك وتشوف وتمر على الوقف اللي انت شاركت فيه شاركت فيه بدعم أو بنشر أو هنا تتكلم عن الوقف أنا من مكة الله أنا من مكة وان شاء الله يعني لو يعني ما حلف نحظ أو كملت أو طلعت إن شاء الله في النهاية أو وصلت إلى النهاية وحققت مركز أنا أول ما أطلع بروح أبوروح للوقف إن شاء الله وبشوفه وإذا أسمحونا الآن بعد أن نشوف شي طيب لكن الوقف أنا والله يعني أوصي دعنا نفرع ورانا جمهور عظيم ورانا جمهور مثل ما يقولون يبرد القلب الله يبرد القلب فعلا فعلا الله ملك الحمد ترندين هذا شيء كبير بيض الله وجيهم الله ليهينهم يشكر لهم هذا السعي الجميل بالنسبة للوقف أمس أخونا حمد زارنا حمد بحريني وقرأ في صورة المغرب قرأ في المغرب قول الله جل وعلا يقولوا يا ليتني قدمت لحياتي هذا السؤال من جئ به يوم القيامة نحن الآن في الدنيا قال يا ليتني قدمت لحياتي ما قال في حياتي قال لحياتي من أنت حياتنا الحقيقية والحياتنا الفعلية اللي هي حياة آخرة الآن حنا في حياة الدنيا هذه ممر عبور حنا نقدم الآن الله جل وعليه يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم يعني الله هو اللي رزقنا هذا المال فحنا ننفقه في سبيل الله سلام فأوصيهم أنهم يشاركون في هذا الوقف والله ما كحمد جمعية معروفة مصرحة وامورها تمام جدا قلت يا جميل أنه الجمعية مصرحة عزيز المشاهد أنت لما تتبرع وأكيد بيجي في النفس هل بتبرعنا لجمعية مرخصة متابعة من الدولة نعم هذه الجمعية مرخصة والوقف مرخص ومتابع من الدولة فأبشرك وطمنك أن تبرعك بيكون أو بيروح بالشكل الصحيح تدري يا عثمان ولهون الشباب كم كفالة اليتيم كم قيمتها هذه 300 ريال 300 ريال تكفى اليتيم من مدى الحياة ولا يعد يتيم بل أي تامن يعني إذا اليتيم هذاك خلاص يعني كبر ويعني مثل ما تقول خلاص تكفى بنفسه أنت تكفى اليتيم آخر بعده يا سلام ويترك باقي الكلام لأخوي عبد الله وبكم 300 ريال 300 ريال كفالة يتيم لمدى الحياة يا سلام يعني 300 ريال عبد الله أنت لو طرعت حين تكفى أخي أكل مطعم كم تتفى أنت عازم 400-500 عاشا يعني عاشا قصدك عاشا غادة أنت عازم أخوي أكفى أطعم أكثر من 300 ريال شكرا والله صدق إذن الآن الشباب في الكنترول يطلعوننا على الشاشة حسابات الوقف والتواصل معهم وأرقام حسابات البنكية تبرع بما شئت وبما تجود به نفسك نذكر أن السؤال ما اسم عطني السؤال يا عبد الله لا سمعت سمعت الإجابة السؤال ما اسم أول